ربنا يسعد أيام حضراتكم جميعا ولكن لكي تكتمل السعادة علينا الالتزام حضراتكم شايفين في هذا التقرير طيب بعيدا عن اللي بيتكلمه ممكن نقول عشان بيتكلمه فمنازلين الكمامة أو بسكينها في ايديهم لما ببص كده في الخلفية على مرمى البصر مش شايف حد لبس كمامة يا جماعة طب ده خطر على مين عليكم هل ده يعني قصمش كله كده لا معليش لما تيجوا بصوا اهو دي لقطة من اللقطات هنكمل كده مع بعض بصوا في الحتة اللي فيها ازدحام في الخلفية الكمامة مش موجودة والبعض الحمد لله لبس الكمامة على رقابته مش عارف مين اللي قال انه الكمامة بتتلبس على الرقابة طب هو بنقول الكلام ده بنغلس عليكم لا عشان تكتمل السعادة اهو بصوا هنا مثلا الكدر ده بصوا في الخلفية فيش كمامة مش موجودة لا كبار سن ولا شباب ولا حدش لبس الكمامة طب وبعدين هقول لكم بقى وبعدين لما بنجي نبص على معدل اصابات كورونا في مصر في البيانات الرسمية بتاعة وزارة الصحة الايام اللي فاتت مبارح 818 حالة جديدة ارجع قبلها بيوم كنا 812 ارجع قبلها بيوم كنا 801 وبعدين 794 789 783 ده يقوم 7 ابريل 2 ابريل بداية الشهر كنا في كام 703 شوفوا بقى من 703 اول الشهر عدى 10 ايام 10 ايام بس ولسه بنقول يا هادي هو في الشهر الكريم قبل بقى اللمة بتاعت الاسر 818 طب لمة الاسر ايه خطرتها بتلاقي بقى اسرة كاملة بتصاب طب هل ده لسه هيحصل لا حصل بالفعل لقى من اللي فاتت دي في اسر كاملة اصيبت بكورونا طب بعيدا عن البيانات الرسمية الموضوع على ارض الواقع عامل ازاي لا اجرب كتير نارضة بص حضرتك وحضرتك في دائرة معارفكم كم واحد عنده كورونا حدث بلا حرج كتير لعدد مقلق فعشان كده بقول ربنا يسعد ايامكم عشان تكتمل السعادة نلتزم زي ما كنت بقول في البداية لمة العيلة حلوة جميلة يا سلام لو في مكان مفتوح طب ما فيش امكانية المكان مفتوح طيب نبقى في حتة في تباعد بلاش زحمة كل الحاجات اللي هي بتستخدم استخدام واحد الاطباق والبلاستيك والمعالق والشوك والسكاكين والكبايات والحاجات دي اما الـ 818 اللي احنا عندها النهاردة مهم اسبوع بعد اللامة بقى في السوبر ماركات ومحلات البقالة اليومين اللي فاتوا والاسواق هتلاقوا خلال اسبوع دخلنا في الالف تاني فارجوكم نخلي بالنا